موسيقى السلام عليكم اخوان تمنا تكونوا باخر والاخير تحت الطالب ديال بعض الاخوان احنا في القناة قالوا لي اخويا عافك ديالنا حلقة خاصة على الريفريجيرون ديال الزيت اخوان الشكل ديالو غالبا كيكون عندهم هات الشكل هادا كيكون هكا مساطين كيلك يكون مرباء كيلك يكون عريض شوية كبير مهم اغلبية كيكون على هات الشكل هادا مخضون بلاليمينيون ومواد طخرين مهم الاشكال ده بن نوركم شي صور بعض الاشكال ديالو كيفاش ديرين في الفيديو غادي نقول لكم الاخوان شانا cutterه ديالو لش كيي يصلاح و Deaf وتكل asks مشاكل اللي كي يتراو ويعني شانا اليمعة كيكون فيهم فى المetrان التماء بلاللماء كيكونش فيهم قالوا تشوفوا قالوا لكم هذا شكل ديالو مشانا Ur ma little كما ما انتنا لكم معا شاك الاشكال ديالوتم يا لكل اسم ديالو رات يقولو يعني غير مبرد مبرد زيت المحرك يعني زيت الماتر یارسكال الموتور وهذا كي يبرد لنا الزيت ديال الماتر عنده بالفرنسية عنده جه اسماء كين غيف خيجيران و كين غف خودي سور بالدرجة كنقول لي فريجيرا فريجيرا كلكو فريجيرا كلكو فريجيرا كل واحد كيقول موين بالفرنسية راكت لكم ان غيف خيجيران و ان غف خودي سور بالنسبة هذا اللي كتشوفوه الاخوان هذا قديم ماشي جديد هذه كانت واحد البيام بيم دوبول في اه سيري اه سيري سيري كات سيري كات كان فيها كان فيها مشكل ومالقوهش قلبوا عليه مالقوهش اه اعرف الاخر القوه جابوا لهم واحد سيد داللي لكمون هذا ماشي انا اللي كنت اكلفت به هذا غير جبت لكم بتشوفو الشكل ديالو معندوا واحد ميكانيسين حداية هنا يا يعني في اللول كتشوفو هنا يا را مقطوع هنا را كانوا اللي تقتشيوا ديالو خارجين هذا مقطوع كانوا غيضي ببانوه بواحد طريقة ما عارفش كيفاش ما عارفش انا علاش قطعوه من هنا يا مهم قلق واحد سيد بكاليسان واحد اخر واللي كان دارلي هالطريقة ما مهم ما عارفشان علاش ولكن دا بعد داروا ليه لكم من ضمن كازا وجابوه مشانا اللي تكلفت به دبان انا جبت لكم هذا انا غيباش نشرح لكم دليكم هذا الفيديو نشرح لكم الدور ديالو الاخوان كما كتعرفوا الاخوان زيد ديال الطموبيل يعني كتوصلت ال 130 دراجة في الصيف كتقدر توصلت ال 150 دراجة ديال حرارف داخل المحرك يعني داخل الموتور كتقدر توصلت من اللي كتوصلت اخوان هالطريقة الاداء كما كنقول اداء ديال المحرك ينقص شوية علاش الزيت دي ما كتخصت تكون في واحد النسبة ديال اللوزوجة راضي ناطر معكم شوية يعني واحد النسبة للوزوجة باش علاش تقع دوك القطع للداخل خصومت زيته مني كتوصل الاخوان ديك الداراجة 150 كتولي بحلمة كتفقد هديك اللوزوجة ديالها علاش هما المصنعين يعني المهندسين ديال هاد شيء المحركات فكرو قالوا كيف هات الطريقة باش نبرده احنا الزيت خصننبردها عش ندروي ازينا نصنع واحد المبرد هو هاد الرفريزيون اللي كتشوفه كين جوج انواع كين المبرد عن طريق الماء ديال ديال الرادياتور يعني الانتيجيل وكين المبرد علي طريق الهواء ولكين هذا اغلبية في السيارة ويقول لك كيكون الاخوان علي طريق الماء ديال الرادياتور يعني الانتيجيل كتكون في الاخوان دوسورتي يعني جوج مخارج واحد يعني مدخل ديال الزيت ومدخل ديال اللي هو هنا في النص الداخل هنا الداخل دياله كيكون النص ديال المهناية كيدوز هنا والزيت هنا منيكي تلقى ذاك ذاك اللي كونتاك يعني ذاك منيكي تلقى الزيت مع الماء مشي كي تخلطه لا ركينا واحد صفحة غليظة بيناتهم ولكن منيكي يدوز لنا المهناية بدك الماء كيكون الراضياتور كتكون طعم بالغادة والراضياتور كيكون كيدرى فعله هو يعني كتبرد كتبرد لنا الماء الماء كيدخل هنا يا كي الزيت كيكون الفوق هذك الحارة راضية الزيت كيجرها ذاك الماء كامل كتولي يعني يعني مثلا الزيت كتجي 130 دراجة كتدخل منيكي تخرج كتهبط أو تاني الحارة راضية لا تقدر تخرج دياله بتسعين دراجة يعني كتفقد يعني ذاك يعني في واحدة صرعة خيالية يعني ذاك شي دغية ضيقة كتفقد واحدة الربعين درجة في البلاصة باش علاش باش الزيت ما تفقدش ذاك اللوجوجة دياله وتبقى لنا الاداء ديال المحرك يبقى ديما هو هذا هذا ميصاج للناس اللي كيحيدوا اللي كيحيدوا آآ آآ هادة هي تعالاش هي المشكلة هي فعلا فيها واحدة المشكلة اللي بعد خطرت الناس كيطلع عليهم الدم كيقولك انا يا قوة المصاري في قوة امشي نحيدها نحيدها عليها صافي بلا تصداع ذاك شي كاتفش هي المشكلة اللي كاتلي فيها اشنا هو هي آآ بعد الخطرات آآ بعد الخطرات كتلقى الانسان كي آآ كي لقى الزيت فا في القرعة ديال ديال الماء كتتخلط كتولي الزيت مخلطة في الماء او لا بعد الخطرات كيولي ذاك الماء يعني لانتجال كيدخل مع الزيت وكتولي كيطروليه مشاكل كي دير كي قولك انا يعني غادي نشريها هاد المرة مثلا واحد سبعمية ولا ثمانمية درهم ولحسا ولا مارك ولا حسا بشي من طوام بلا ركبة فرس قطرت وصلت الالف وخمسمائة يعني كي قولك انا شنو غادي ندير نلقاش طريقة باش نسوي بريما يعني نحيدها وتبقى الزيت ولكن اه فكرة زيانة ولكن انا ما بالنسبة لي انا ما كان نوافق سادل هاد القضيه هدي ولاش هاده بنتامني كتبتي تحييذا هاده اللي هي واحد وحاد القطعة اساسية اللي كي نف الموتور كتحيييي دا ره هاديك يعني الزيت كي يبقى سخون هم الناس اللي سنعوا هذا هره عارفوا الرحدي يعني ذاك الزيت ره متلا انت كتكون دير الزيت للعشر الاف كيلومتر عشر الاف كيلومتر ولكن ره اه ما قالوا عشر الاف كيلومتر تكون هاد القطعة معاه. يعني اخصي برد. باش ما يفقدش ديك اللوزوجة دياله. باش الاداء المحرك يبقى خدام. من اللي انت كتحييد هاد القطعة هذي? يعني انا في نظري الناس اللي ما عندهمش هاد اللي محيدينها. يلي شريتي الزيت ديال العشرة الالف كيلو متر من الاحسن خمسة الاف بدله. يعني توصل الى خمسة الاف بدله. انا بالنسبة الرأي ديالي حيث علاج رغي يقول لي هلمه. بقوتك السخون هذا الاحسن يعني الخستش من الاحسن. يعني احسن كل خمسة الاف كيلو متر تشري الزيت ديال العشرة الاف كل خمسة الاف صير بدله. جاتك الفكرة انك تشري الريفريجيران وتركبها. ديك سعار غضي تخلي الزيتة غضي تخلي الزيت يعني الزيت للعشرة الاف احضر عشر الاف. هذي نصيحة. ونصيحة اخرى الاخوان. نصيحة اخرى بالنسبة للناس اللي اللي كيشيروا الطنبلات اوكازيون ضروري تردوا البلتش بشيو عند الميكانيك ويشوف لكم واش هذك اللي شريتوها من عنده واش ما محيتش رفريجيرو باش تكونوا را دك شيرها ما كيبال لكم شركت حل الكابو وكيبالك الموتور ما اتعرفش واش هديم سيبري واش محيدها مولاها القديم ولا ما محيداش من الاحسن الى كان محيدها وكان بمقدور ديالك متان انت شريها وترجع كما كانت المحرك كما كان في الاصل ديالو هدي نصيحان اطيالك انا من الاحسن ترجع هتقلب على ذيك رفريجيرو ديالك الموضي اللي تطعم بيال ديالك غتشريها بشي عند شي ميكانيك حريفي ويركبها وغضي ديك الساعات غضي تستفد من بان الزيت ديال الموتور راكي يبرد. يعني الاخوان دي نصيحة يعني الناس اللي شروا طعموبي القديمة يمشيوا يقلبوا على رأسهم يشوفوا بأنه واش رفريجيرو راكب ولا ما يركباش. والناس اللي اللي ماشي بمقدور ديالهم وبغاو يعني يخلي وذيك يعني بغاوها ما ما بغوش رفريجيرو تكون عندهم. النصيحة اللي نقدر انا نقول لكم ما كيش شي حاجة من غيرها هي الزيت ديما بدلة. يعني راه منيك تفوت خمس وخيط العشرة الاف منيك تفوت بها الخمسة الاف راه ما بقتل زيت لاوالو حيث علاش ما عندكش اللي كتبرد ديك الزيت. هيت كيما معروفة دخلوا لانترنت جوجل وقلبوا اه فليفورون وقلبوا نيت في جوجل كيما كتلكم. رغا دي تلقوا بأن الزيت مع الحرارة بزا فرا ما كتبقاش را كتوليها بحلمة. توليها بحلمة مع المدف كتفوت واحد خمس الاف وليس سالاف كيلومترا كيوليها لما اخوان. يعني اذا كل تطور ضيالة ديال تزيت المحرك يعني الكريساش ديال المحرك الداخل را ما كيبقاش. او كان الاخوان هذا فيديو شرحت لكم شنا هو التطور ديالها وشنا يعني المشاكي اللي يقدر يديروهم. وتبارك الله لكم والاخوان. اشتركوا في القناة